اشتركوا في القناة يكشم يفهم وروحك يعلم ده جمد كلامك ما أحلى مكان دوقني ربي حلاوة كلامك ويغلى عليها يا ربي كتابك عيني تشوفك ويلبسني صوتك حضورك وسرتك في عمري بان عزيز المشاهد أهلا بك في دراستنا لسفر جديد سفر هو قلب الكتاب المقدس سفر فيه أطول أصحاح وأقصر أصحاح في الكتاب المقدس كله سفر مليان باختبارات وحمد وشكر وتسبيح سفر بيتكلم عن أعمال الله وعن عناية الله عن محبة الله وقلبه ورحمته والأهم أنه بيشاوي على شخص المسيح نفسه على حياته الكاملة هنا على الأرض وعمله الكامل على الصليب بندعوك عزيز المشاهد تشاركنا دراست سفر المزامير في برنامجنا فاحسين الكتب أهلا بك سفر المزامير نقدر ندي له عنوان كتاب ترنيمات الوحي المقدس وفي الحقيقة هذا الكتاب سفر المزامير له تقدير غير عادي سواء عند الشعب القديم اليهود اللي كان هذا السفر بين أيديهم أو حتى في المسيحية في الكنيسة عندما استلمنا هذا الكتاب العظيم الكنز العظيم العهد القديم فصار أيضا سفر المزامير له تقديره عند كل المؤمنين في العهد الجديد وضع هذا السفر مميز لأنه يقع في الأسفار الشعرية إذا شفنا العهد القديم مقسم إلى ثلاث أقسام الماضي الحاضر المستقبل أخبار الماضي أسفار تاريخية تطلعات المستقبل أسفار نبوية سبعتاشر وسبعتاشر بينهما في المنتصف في مجموعة الأسفار الشعرية خمس أسفار أيوب مزامير أمثال جمعة نشيد الأنشاد هذا السفر وهو المزامير يعتبر من هذا المنطلق قلب الكتاب المقدس مش بس قلب الكتاب المقدس لكن فيه طرى قلب الله وفيه طرى قلب المؤمن وفيه طرى قلب الشرير إنه كتاب مليء بالدروس الرائعة والعظيمة هذا السفر كمان يبدأ بكلمة مميزة ويختم بكلمة مميزة يبدأ بكلمة طوبة ويختم بكلمة هليلوية وكلمة طوبة تارت في هذا السفر ستة وعشرين مرة وكلمة هليلوية تارت فيه اثنين وعشرين مرة وده بيورينا إن موضوع هذا السفر اللي نقرأ الآية اللي نلاقيها في مزمور مية أربعة واربعين طوبة للشعب العارفين الهتاف طوبة للشعب الذي الرب إلهه بنشوف في هذا السفر العظيم أنه أطول وأكبر أصفار الكتاب المقدس أخذ فترة زمنية في كتابته أكثر من أي سفر آخر حوالي ألف سنة من موسى رجل الله الذي كتم مزمور تسعين لغاية العودة من السبي زي ما بتشوف مثلا في مزمور مية ستة وعشرين إذن هذا السفر له طابع مميز جدا وإحنا سعدة أن احنا حنبتدي ندرس هذا السفر العظيم ونستمتع بالتأملات الرائعة فيه نلتقي كما ذكرت بقلب الله بقلب القديس ونتحذر من قلب الإنسان الشري حضرتك أخي يوثي في أشارة للتاريخ والشعر والنبوة والتؤثيمة دي صادق عليها الرب وأقرها في لوقة 24 لما شرح للتلاميذ جميع ما هو مكتوب عنه فينا موث موث والمذامير والأنبياء التلاث أقسام التاريخ والشعر والنبوة في التاريخ نقدر نشوف الله بيتكلم عن الإنسان وفي النبوة الله بيتكلم إلى الإنسان لكن الجميل في المذامير أنه بنشوف الإنسان بيتجاوب مع كلام الله دي هنا معظم الثفر بيورينا توجه قلب المؤمن من ناحية الله والحقيقة في كل ظروف الحياة المؤمن ممكن يلجأ إلى المذامير يعني لو فرحان ممكن يرنم من المذامير لو عليه ضغوط ممكن يصلي بعد آيات المذامير مش كلها طبعا لأنه مش كل المذامير ثلوات مسيحية هنلقى فيها ثلوات كثير فيها الطابع اليهودي لكن هنلقى برضو لذة لنا كبيرة جدا وهنلقى كلام ينفع أن نحنا نذكب به القلب أمام الله فالواحد وهو في الضغط والحيرة أول ثفر ممكن يفكر أنه يلجأ إليه المذامير الواحد هو في الترنيمات والتثبيحات طبعا المذامير أشرت كمان إلى الفترة الطويلة اللي تكتب فيها هذا الثفر تنوع الكتاب يعني حضرتك أشرت لموثى ويمكن ده يكون أول مظمور حتى ولو ما جاش فيه ترتيبه المظمور الأول وترتيب هذه المذامير جاء بوحي الروح القدس بنفهم كده من أعمال 13 لما يقتبث من المظمور التاني ويحدد أن ده المظمور التاني يعني الروح القدس كمان بيصادق على هذا الترتيب لكن تنوع الكتاب يعني ألقى مذامير لموثى معظم المذامير لدود في 73 مظمور معنون لدود والعهد الجديد بيشير إلى مظمور 2 ومظمور 95 مع أنهم مش معنوانين لدود لكن في العهد الجديد في أعمال 4 وفي عبرانيين 4 بنشوف أن مظمور 2 ومظمور 95 كتبهم دود يعني 75 مظمور كتبهم دود أعتقد ليهم الشرح أنهم يسموا هذا الثفر بأصفار دود الخمسة لأنه خمس أقسام زي ما هنشوف المذامير ينقسم في طبيعته إلى خمس أقسام والخمس أقسام دول كل قسم بيتقابل في موضوعه مع أصفار موسى الخمسة والحيح نعرفين أنه خطة الله بانت في أصفار موسى الخمسة وهو يتكلم عن الإنسان الأول ويتكلم عن النجاح لكن يتكلم أيضا عن الفشل ويدخل بعد كده في سفر الخروج يتكلم عن الضيق الذي يبدأ به السفر ثم يختم بالمجد عندما بنية الخيمة وتأسست الخيمة وحل مجد الرب في الخيمة وهكذا في باقي أقسام موسى الخمسة أيضا في هذا السفر سفر المذامير زي ما احنا عارفين كل سفر في الكتاب له أقسامه اللي فيه بتقدم لنا الموضوعات الأساسية والرئيسية في هذا السفر فنقدر نشوف أنه من المزمور الأول لغاية مزمور 41 ده القسم الأول وده الكتاب الأول وده اللي بيتماشى في فكره مع السفر الأول من أصفار موسى الخمسة وهو سفر التكوين لكن عايز أقول كمان أنه كل قسم من الأقسام الخمسة يختم بترنيمة أو تزبحة مثلا مبارك الرب يوما فيوما أو أمين فأمين فهنلاقي أنه في نهاية كل قسم من الأقسام الخمسة عندنا التزبيحة أو الترنيمة دي ممكن المشاهد يرجع لهذه الأقسام فأقول أن القسم الأول من مزمور 1 لـ 41 ده بيقابل سفر التكوين المزمور من 42 لغاية 72 ده في موضوع يقابل سفر الخروج مزمور 73 لـ 89 ده القسم الثالث اللي قابل سفر اللويين مزمور 90 لـ 106 وده القسم الرابع اللي بيقابل سفر العدد سفر البرية لكن عد القسم الأخير من 107 لغاية 150 ده بيقابل سفر التسنية أدي بس مثال واحد عن القسم الثاني وهو من 42 لـ 72 إن كان بيقابل في موضوع ومحتوى سفر الخروج فسفر الخروج يبدأ بالضيق ضيق شعب الله في أرض مصر لكن يختم بالمجد مزمور 42 نتقابل فيه أيضا مع الضيق لكن يختم مزمور 72 بالمجد فده تماثل وتشابه بين هذه الأقسام الخمسة وأصفر موسى الخمسة الآية اللي بتديني زي لاند مارك كده أو علامة تخليني أعرف أن أنا في نهاية قس فعلا بنشوف فيها الله المبارك إلى الأبد بنلقى الآية دي في ختم مزمور 41 ومزمور 72 ومزمور 89 ومزمور 106 الآية دي اتكررت أربع مرات في ثفر المزمير أثمت ثفر المزمير لخمس أقسام جميل كمان أنه الآية اللي بتحكي عن الله المبارك إلى الأبد وردت في العهد الجديد ثلاث مرات وبكده بشوف الثباعية جميلة من ضمن الثباعيات الكتاب أنه الله المبارك إلى الأبد جميل كمان أنه من ضمن الثلاث مرات اللي ذكرت في العهد الجديد مبارك الله إلى الأبد في رمية واحد ورمية تفعة وكرونسوس الثانية 11 في رمية تفعة الكلام عن الربية الثوالية كل المجد أنه إلها مباركا إلى الأبد فمش بس بشوف واحدة من ثباعيات الكتاب لكن بشوف واحد من الأدلة على لهوت المسيح بهذه الآية اللي تعتبر بالنسبة لنا محورية في المزمير الله المبارك إلى الأبد سفر المزمير زي ما شوفنا من شوية اتكتب في ألف سنة تقريبا زمن كتابة العهد الأديم كله من أيام موسى لحد بعد السبي ده الزمن اللي تكتب فيه الكتاب العهد الأديم كله بالإضافة لكده هو التنوع الكتاب فيه عشان كده مش غريبا أن احنا نقدر نلاقي فيه كل مشاعر البشر كل اختباراتهم بصغيرها وبكبيرها لكن جميل جدا أن السمى السائدة الأكتر وكانوا عايز يقول أن الله عايزه لشعبه هو الحمد والشكر والتزبيح وتهليل أنا عايز أشير إلى موضوع السفر أو طابع السفر اللي هو الأفراح والنغم والسجود يعني العبادة بتاعت المؤمن الحقيقي حتى في العهد القديم مع أنها أخذت طفرة في العهد الجديد لكن حتى في العهد القديم طابعها الفرح مش النكد مش العبوسة وعشان كده داود له فضل في ذلك غير عادي عندما أدخل إلى العبادة في الهيكل أدخل موضوع الترنيم إحنا عارفين أن مثلاً سفر التكوين ما نلاقيش فيه ترنيمة أول ترنيمة اللي هي في الكتاب المقدس جاءت بعد أن تم الفداء خروج 14 تم الفداء خروج 15 أول ترنيمة في الكتاب المقدس حدثت مذلة للشعب وعشان كده انقطعت ترنيماتهم لكن جاءت ضبورة عندما انتصر الشعب في أيامها رنمت ضبورة هذه الترنيمة سفر قضاة أصحاح 6 داود بقى دخل السجود والترنيم والأفراح إلى العبادة في العادي الجديد احنا خدنا هذا الفكر منهم فالرسول بوليس هو بيشرح العبادة في كورينتوس الأولى 14 يقول أصلي بالروح وأصلي بالذهن أردت بالروح وأردت بالذهن أيضا فطابع عباداتنا في المسيحية طابع فرح يعني الشخص اللي ندين له بالفضل طبعا هو داود لكن لما نوصل وإحنا من ندر السفر المزامير مزمور 22 سنكتشف أن صاحب الفضل الأعظم هو المسيح الذي نظم ترنيمنا عن طريق صراخه عشان كده في مزمور 22 يصرخ في أول المزمور إلهي إلهي لماذا تركتني في عدد 22 أخبر باسمك إخواتي في وسط الجماعة أسبحك دا اللي طبقها الرسول بوليس يقول في وسط الكنيسة فإحنا إمام المغنين بتاعنا هو الرب يسوع الذي أوجد في أفواهنا الترنيمة وهو يقود تزبيحنا عندما نجتمع حوالين شخص فترة الملك داود تعتبر الفترة الذهبية بالنسبة للثفر المزامير اتكتب أوه في ألف الثنة لكن معظم المزامير اتكتبت في فترة ملك داود وملك السليمان عندنا مش أقل من مئة مزمور اتكتبوا في الفترة دي 75 مزمور لداود 12 لأثاف 10 لباني قورح إيثاني الإذراحي وهيماني الإذراحي كانوا في نسبة الفترة يعني مش أقل من مئة مزمور من المئة وخمسين اتكتبوا في هذه الفترة سفر المزامير مش بس كان سفر الترنيمات لشعب الله لكن كمان واضح جدا في العهد الجديد كم الاقتباسات في العهد الجديد اللي في كل أجزاء العهد الجديد نلاقي اقتباسات من سفر المزامير لكن عايزة شوف بس المزامير مرتبطة بشخص المسيح في العهد الجديد كيف استعمالها المسيح كيف راجع إليها المسيح وشوف كمان الرسل كيف استعمالوا هذه المزامير وكيف راجعوا إليها فمثلا المسيح يعني بصورة عامة كانت المزامير وكل أصفار الكتاب المقدس في وسط أحشائه ده اللي يتقال عنه بحسب مزمور أربعين أفعل مشيئتك يا إلهي سريرت وشريعتك في وسط أحشائي كل أجزاء الكتاب المقدس كانت في أحشاء المسيح لكن المسيح في حواراته مع اليهود وفي محجاته معهم وفي رده على كل افتراءاتهم وكل أسئلاتهم كان يعتمد كثيرا على سفر المزامير فأتذكر أنه في متى 22 رجع المسيح إلى ما جاء عنه في مزمور 110 وهو يتكلم عن ماذا قال داود عن المسيح بروح النبوة الذي قال قال الرب لرب إجلس عن يميني وسألهم هذا السؤال يطار المسيح ابن من هو واقتبس المسيح الأقوال الوردة في مزمور 110 ففي متى 22 المسيح رجع إلى مزمور 110 المسيح لما دخل أوروشاليم وارتجت المدينة أيضا في كلامه مع اليهود وفي إفحامه لهم وادعاءاتهم رجع إلى مزمور 8 مزمور 8 العبارة الواضحة فيه جدا اللي هو من أفواه الأطفال والردع أسست حمدا المسيح وهو على الصليب طبعا امشي بقى كتير في أقوال المسيح على الصليب وفي النبوات التي تمت في المسيح لكن المسيح أيضا عندما قال أنا عدشان رجع إلى النبوة الوردة عنه في مزمور 69 زي ما حكى شرطه منذ قليل يوم القيامة عندما صار مع تلميذية عمواس أيضا رجع إلى سفر المزمير بل رجع إلى كل العهد القديم في أقسامه الثلاثة الأنبياء والشريعة والمزمير والمزمير اعتمد على كل النبوات اللي في المزمير والصور اللي في المزمير التي أشارت إلى حياة المسيح وموت المسيح وقيامة المسيح الرسل أيضا اعتمدوا على المزمير يعني بطرس في يوم الخمسين رجع مرة أخرى إلى مزمور 16 الذي تكلم عن موت المسيح وعن قيامة المسيح ده الكلام ده في أعمال اتنين كمان في أعمال أربعة بعدما تم إطلاق الرسل ورجعه وهما كانوا كلهم بيقولوا الكلمات الوردة في مزمور اتنين عن ارتجاج الأمم معا ضد الرب ومسيحه لكن مشهورة الله لابد أن تتم في إقامة المسيح هنمشي كمان لقدام هنلاقي أنه بولوس بيتكلم في أعمال 13 عن الكلام الورد في مزمور اتنين أشار إلى مزمور اتنين كل ما هنمشي شوية لقدام هنكتشف أن المزمير واخد جوز كبير جدا من عزات الرسل ومن صلوات وترنيمات الرسل حتى من تعليم الرسل في العهد الجديد واحنا بندرس سفر المزمير علينا أن لا يفوتنا أن ده شعر لأنه بيفرق كتير جدا في فهمنا للكلمة دي فمن ناحية اللغة هو لغة أدبية اللي بيشوفه الإنسان وبيختبره مش بنتكلم عن العلوم يعني لما يقول مشرق الشمس إلى مغربها ما يجيش واحد نهاردة يقولك مش الشمس اللي بتشرق ده الأرض اللي بتلف حالين الكرة الأرضية كمان لا يفوتنا التشبيه في اللغة الشعرية فيكون كشجرة مغروسة عند مجال المياه هو مش بيقول إنه الإنسان ده شجرة لكن بيتكلم عنه إنه هو بتحمل نفس الصفات النقطة التانية المهمة للإستعارة لما يقول عن رب مثلا في مزمورة 18 صراخي قدامه ده خلأ أذنيه هل ده تعليم إن الرب عنده أذن؟ لا الله روح مش محتاج إنه يكون عنده أذن ولا أي شيء زي كده لكنه بيقرب إلى السامع بطريقة للإستعارة إنه يقدر يفهم إنه الله بيسمع لي بيستمع لي حاجة مهمة في الشعر العبري كمان هي بسمية التوازي التوازي بمعنى أن الكلام بيمشي مسنيات أحيانا لتقوية المعنى أو للتضاد يعني مثلا يقول إيه قام ملوك الأرض وتأمر الرؤساء معا هي نفس الجملة بس بيقوي المعنى وبيدينا نوع من التدرج إنهما قاموا وبعدين تأمروا قالوا نقطع قيودهما ونطرح عنا ربطهما الاثنين هما واحد الأول بيقول نقطع كان لسه القيود موجودة بعدين نطرح لا لا احنا هنخرج برة بخصة خالص تماما نضيف لكده كمان في الشعر اللي بنسمين مبالغة في الشعر أحيانا نميقول بشأن الحاجة زي مزموط 46 لو انقلبت الجبال إلى قلب البحار هو ده مش ظاهرة فلكية أو طبيعية هتحصل لكن عايز يقول إنه لو وصل إلى قمة الأمور هات آخر ما ممكن موخك يجيبه فالله لنا ملجأ وقوة عاونوا في الدقة وجده شديد أضيف إلى كده إن سفر المزمير زي ما شفنا إنه أكتر عدد كتاب أطول فترة أقول كمان موضوعاته بدأت من الخليقة في مزمير تتحدث عن الخليقة وفي مزمير تتحدث عن فترة الآباء إبراهيم وإسحاق وعخوب ويوسف وفي مزمير بتتكلم عن عبودية مصر وفي مزمير بتتكلم عن الحكم الثيوقراطي وفي مزمير تتكلم عن فترة الملوك وفي مزمير بتتكلم عن السبي البابلي وفي مزمير بتتكلم عن الرجوع من السبي لا مش بس كده في مزمير نبوية بتتكلم عن ماذا سيحدث في المستقبل لهذه الأمة الضيقة هنلاقي في المزمير بتتكلم عن ضيقة تعخوب وحنلاقي أيضا في المزامير بركة هذا الشعب طبعا ده مش الأهم لكن أيضا مزامير بتتكلم عن المسيح في كل من الآلام والأمجاد الآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها وإحنا سمعنا دلوقتي أكتر من مرة أن المسيح في ليلة القيامة أو عشية القيامة صار مع تلميذاء عمواس وتحدث عن كلا الأمرين عن أما كان ينبغي أن المسيح يتألم ويدخل إلى مجده من أين جبت الكلام ده يا رب؟ من كل العهد القديم وبصفة خاصة من سفر المزامير يعني رغم أن المزامير ثفر يتحط مع قائمة الأطفال الشعرية مش النبوية لكن لا نغفل الطابع النبوي مش بث للثفر المزامير لكن فيه طابع نبوي لكلمة الله لما الكتاب يقول لنا عندنا الكلمة النبوية هذه الكلمة إجمالا طابعها نبوي فربع النبوات تقريبا عن شخص المسيح جت في ثفر المزامير وإن كنا بنرتكلم عن ارتباط شخص الرب بالمزامير في حياته لكن كمان وهو معلق على رباية الجلج سنقدر أشوف أربع عبارات من الثبع عبارات اللي نطق بيهم الرب على عوض الثريب ليهم ارتباط وثيق بالمزامير لما قال إلهي إلهي لماذا تركتني؟ مضمور 22 وعلشان يتم الكتاب في مضمور 69 قال في عطشي يثقونني خلا قال أنا عطشان ولما تمت هذه النبوة في مضمور 69 قال قد أكمل آخر الكل قال يا أبت في يديك أستودع روحي ودي موجودة في مضمور 31 يعني شايف أربع عبارات من الثبعة ليهم ارتباط وثيق بالمزامير إذا رجعتني للفكرة التي رحها الأخي عصام وهي التركيب اللغوي لجمل سفر المزامير عارفين أنه سفر شعري والأخي عصام أشار إلى ما يسمى بالتماثل والتطابق في تركيب الأعداد نفسه فممكن نلاقي الشطرة الثانية بتكمل على الشطر الأول بنفس الفكرة وإن كان فيه تدرج لكن كمان هنلاقي فيه مزامير الشطر الثاني في تباين مع الشطر الأول في الفكرة بتاعته أو في تباين مع الشطر الأول في الموضوع بتاعه فمثلا لو رحنا لمزمور واحد عدد ستة مرات يتكلم عن الرجل البار وبعد كده يتكلم عن طريق الأشرار فيقول لأن الرب يعلم طريق الأبرار دي الفكرة الأولى أما طريق الأشرار فتهلك ده اسمه تباين فيه الرجل البار لكن على التباين بتاعه على النقيد بتاعه طريق الأشرار فمش بس عندي تماثل لكن عندي تباين عندي كمان حاجة تاني في التركيب اللغوي الأدبي للشعر في أجزاء سفر المزامير حاجة اسمها بلغ الظروة أننا ممكن نلاقي في عدد واحد مقسم إلى أجزاء لكن فيه تصاعد في الفكرة لغاية ما أصل إلى الظروة بتاع الفكرة فمثلا مزمور 29 العدد واحد واثنين يقول قدموا للرب يا أبناء الله بعد كده فيه تصاعد قدموا للرب مجدا وعزا بعد كده فيه تصاعد قدموا للرب مجدا اسمه بعد كده فيه تصاعد اسجدوا للرب في زينة مقدسة فانا عندي تصاعد في أجزاء العدد ده اسمه بلوغ الظروة إلى أن أصل إلى قمة الإبداع العددي واللغوي الشعري في هذا السفر وهو واضح جدا في حاجة اسمها الترتيب الأبجادي والترتيب الأبجادي واضح جدا في مزمور شهير جدا اسمه مزمور 119 في 119 هنلاقيه متقسم براجرافات عندي 22 براجراف كل براجراف واخد العنوان بتاعه من حرف من حروف الأبجادية العمرية أبجاد هوز لغاية ما أوصل إلى آخر حرف عندي 22 مقطع على 22 حرف أبجادي كل مقطع مكون من 8 أعداد وكل الأعداد بيتكونوا أو يبدأوا بنفس الحرف اللي هو عنوان هذا المقطع فمثلا المقطع الأول اللي عنوانه ألف التمن أعداد كل عدد بيبدأ بالحرف اللي هو حرف ألف وهكذا أبجاد هو والحقيقة ده مش اختراع بشري لحكي أن احنا عارفين أنه مش بس رقم المزمور بواحي من الله لكن كمان احنا عارفين أن التركيب اللغة والداخلي بواحي من الله والتركيبة الغريبة دي بتباين لنا كمال كمال كلمة الله اللي بانت في سفر المزامير الترتيب الأبجادي ده واضح جدا في مزمونة 19 لكن فيه ترتيب أبجادي فيه نوع من النبوة فلو روحت مثلا لغاية مزمور مية لغاية مزمور عشرة هلاقي فيه ترتيب أبجادي لكن الترتيب الأبجادي ماشي زي الفل لغاية ما أوصل إلى عدد سبعة لما بدأ يتكلم عن نبويا عن إنسان الخطية ولقى الترتيب اختلف لأنه فيه كلام عن إنسان الخطية اللي هيجي يعمل ربكة في المشهد النبوي في المستقبل وبدأ من عدد اتناشر في المزمور ألاقي الترتيب رجع تاني مستقر الحقيقة احنا قدام حاجة مش تألف بشري مطلقا لكن سيطرة روح الله على كتابة الأعداد بتنقل لنا فكرة الله وسيادة الله على المشهد إذا حبينا نضيف حاجة عن المضمون كمان في سفر المزمير بالإضافة للغة هنقول إنه السفر بيتكلم للعقل عن طريق القلب بأنه هو يعني مثلا ناخد مزمور 23 الرب ورعية دي معلومة ممكن كان يقف عندها لكن يكمل يقول كده إلا في مراعن خضر يربضني إلى مياه الراحة يوردني كأنه عايز يعيش عقلي وقلبي مع بعضهم في الجو الجميل دوت فتوصل لي مش بس عن طريق عبارة جافة لكن عن طريق فكرة توصل للقلب القصة دي حاجة تانية في سفر المزمير أنه هو يسجل مشاعر الكاتب على سبيل المثال في مزمور 13 يقول إلا متى يا رب تنساني كل النسيان ورب ينسى المؤمن ما بينسهوش إلا متى تحجب وجدك عني مش بيحصل لكن في سفر المزمير لأنه بيسجل مشاعر قلب فكتير جدا رب يسمح أنه يسجل مشاعر لإنسان بس دايما لازم أخذ بالي من حاجة كل المزمير فيها دايما حاجة بنسميها ملخص للمزمور يا في أوله يا في آخره مثلا مزمور 73 يقول صالح الرب أما أنا فكادة أنت تزل قدمي وبعدين يحكي الاختبار بتاعه أنه غيرت من الأشرار والكلام ده كل القصة دي كلها مزمور 13 يقولون أنه نتكلم عنه يختم يقوله أما أنا فعلا رحمتك توكلت أنت مش كنت تقول لتنساني مش كنت تقول أنه هو لا الخلاصة بتاعت المزمور تبقى يا في أوله يا في آخره لكن بيسمح الرب أن المزمور آخر حاجة أقولها في المضمون أنه مش كل الكلام بتاعنا يعني مثلا أنا داود يقوله وروحك القدوس لا تنزعه مني أنا في ضغو العهد الجديد ما ينفعش أقول الكلام دا لأنه به ختمته من روح القدوس خلص الموضوع ففي حاجة تختلف من تدبير لتدبير من زمن لزمن ينبغي أن أنا أقرأيها وأن مش كل الكلام اللي بتقال قادر أقوله النهاردة في الوقت الحالي يعني علق على كلام حضرتك يا خاصام تباين مشاعر المؤمن وده بتلاحظها أحيانا في المزمور ذاته يعني مثلا أوضح الحكاية دي في مزمور 27 تلاقي في النصف الأولان من مزمور 27 على قمة الشركة وأروع عبارات الشركة تلاقيها في الجزء الأول من مزمور 27 بينما في النصف الثاني من هذا المزمور عينه تلاقيه وصل إلى قاع الشك والحيرة ومتحير إلى الدرجة اللي فيها يقول لو لأنني آمنت بأن أرى جودة الرب في أرض الأحياء كان حيحصل بإيه قلت حضيح قلت حروح في داهية هل دا بيحصل معانا هو دا اللي بيحصل معانا مرات كتيرة زي ما بتقول الترتيلة طارة في الأوجي طورا في الحضيد مرات كتيرة بنبقى في قمة الشركة والفرح والثقة في الرب يمكن بعدها بفترة وجيزة جدا بنلاقي نفسنا متحيرين والشيء الجميل إن الله لا يحتقر مشاعرنا هذا ولا ذاك وبيصور لنا ماذا نفعل عندما نكون في قمة الشركة وماذا نفعل عندما نكون في قمة الضياع والحيرة الرب مستعد يسمع صلواتنا واحنا متحيرين واحنا عندنا ارتباك فعلا ربنا مستعد ودي روعة سفر المزامير ترتيب البديع والترابط بين المزامير الترتيب ما هوش ترتيب تاريخي يعني ملقاش موثى في الأول وبعده داود وبعده ثليمان ملقاش ترتيب تاريخي لكن الترتيب من ثميم وحي الروح القدس لهذه المزامير بشوف الترابط يعني مثلا مظمور واحد الآمر طبط بمظمور اتنين لأنه لو في رجل لم يثلق في مشهورة الأشرار وفي طريق الخطأ لم يقف طبيعي جدا أن الله يقول له اثألني فأعطيك الأمم مراثا أقاث الأرض ملكا لك فبشوف واحد واثنين تلاتة واربعة ترنيمة تلاتة ترنيمة في النهار أربعة ترنيمة في الليل اتنين وعشرين وتلاتة وعشرين وأربعة وعشرين كلها مزامير بتتكلم عن الراعي اتنين وعشرين الراعي الثالح اللي بذل نفسه عن الخراف تلاتة وعشرين راعي الخراف العظيم اللي ماشي معنا طول المشوار أربعة وعشرين رئيس الرعاة اللي هيظهر بالمجد والقوة ففي ترابط مهم قوي كل مضمور على حدا بيبقى وحده جميل لكن لما بشوف الترابط بين المضمور اللي قبله والمضمور اللي بعده بيوضح لي نور أكتر بكتير رجوع مرة أخرى للفكرة حكا شرت لها أخي يوسف والأخي عصام وهي فكرة اختلاف التدبير يعني أن كان المزامير تتكلم عن مشاعر الطاقي وأحيانا تباين مشاعر الطاقي في بعض الأجزاء في المزامير وإذا رجعنا تاني وقلنا أن كان سفر المزامير سفر الترنيمات لكن أيضا سفر الصلوات هنتقابل فيه في صلوات كثيرة ويمكن يوصدم البعض اللي بيقتربه من سفر المزامير أو من الكتاب عموما لأول واهلة أن يلاقي بعض صلوات الانتقام وطلب الانتقام وناس كتير بيكتبوا أسئلة ويقولوا كيف نجد في كتاب الله الذي يعلم المحبة واحد بيطالب الله أن ينتقم ليتك تهلك الأشرار يرى طبعا لازم نعرف أنه في حاجة اسمه التدبير والطاقي في هذا التدبير تدبير النموس كان يشعر بالضيق الشديد ويشعر بقلة الحيلة لكن كان يفوض الله بالقضاء على الأشرار باعتبر أن الله هو القاضي العادل فلما نلاقي بعض الصلوات التي تطلب الانتقام هذا كان يراعي التدبير في هذا الوقت تدبير النموس لكن الحقيقة دلوقتي احنا عندنا بعد تاني في صلواتنا مش بس أحب أعداءكم وبريكوا لعنيكم وأحسنوا إلى مبوضيكم لكن إن جاء عدوك أطعمه وإن عطش فسقه لكن لما نرجع تاني لهذه الأجزاء أنا بقول حتى في هذا التدبير تدبير النموس واحد قليل الحيلة مش قادر يعمل حاجة قدام الأعداء فبيفوض الله باعتبره قاضي عادل إنه يجري قضاءه وجزاءه لهؤلاء الأشرار فلما نلاقي بعض أجزاء طلبات النقمة وصلوات النقمة في هذه الأجزاء سفر المزامير علينا أن نحن نعرف إن هذا كان مشاعر الطقي في زمن تدبير النموس يعني تعليق على كلام حضرتك أخي عياد التباين قد نجده في العبارة ذاتها مثلاً لو أخدت من المزمور 45 وهو مزمور مسياو يتكلم عن المسيح فيقول انسكبت النعمة على شفتيك لما جي المسيح إلى هذا العالم كانوا بيتعجبوا من كلام النعمة اللي طالع منه الآل وراها على طول تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار الله المسيح بتاع النعمة ليه سيفه ينتقم من الأشرار نعم هل ده تضرب لا بالعكس ده تباين التدبير لما جيه هنا كان تدبير النعمة بدأ عندما ينتهي تدبير النعمة سيتقلت سيفه كلام ده مش غريب لا في العهد الأديم ولا في العهد الجديد على سبيل المثال لؤة 19 عدد 10 ابن الإنسان جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك عدد 27 أعدائي الذين لم يريدوا أن أملك عليهم ائتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدابي ما لم نميز بين التدابير لن يستقيم التفسير ثم أنه وجود الله كمنتقم ده الدافع والحافظ لنا أنه احنا لا ننتقم لأنفسنا يعني لما الكتاب في العهد الجديد قال لنا لا تنتقموا لأنفسكم مش لأن الأمور يعني ثلح مذاح لا لكن لأنه لي النقم أنا أجازي أقول للرب ولما روح الله في وحي الكتاب يطلب من الله التدخل بالانتقام من الأشرار أعتقد ده في تمام المناثبة لكن حاجة كمان إحنا في العهد الجديد مشاعرنا تجاه كل من يبغض المثيح حتى ولو كنا بنشفق عليهم كخطاء لكن بولث قال كمان إن كان أحد لا يحب الرب يثوع المثيح فليكون أنا ثيمة فدي مشاعرنا إحنا تجاه الرب خيرتنا للرب ولمجد الرب فمش ممكن هتلاقينا في محبة ومصدقة مع المهرطقيين ومع المعلمين الكذبة وما بيطلبناش العهد الجديد بكتب كمان وإحنا بنقرب من المزامير محتاجين يكون عندنا ثلاث نظرات للمزامير النظرة الأولى هي النظرة التاريخية التاريخية يعني الحدثة أو الخلفية التاريخية التي كتب فيها المزمور لازم نبعارفين الخلفية ولازم نعرف الحدث نفسه اللي تكتب فيه المزمور الملابسات الحدثية علشان نعرف أبعاد المزمور ايه تاريخيا دي نظرات تاريخية القريبة لكن كمان عندي كمان النظرة الأدبية النظرة الأدبية يعني ايه الدروس الأدبية الروحية التي أستخلصها لي أنا علشان أطبقها في حياتي من خلال هذا المزمور لكن لا يمكن أبدا أغفل النظرة النبوية لهذا المزمور فعندي النظرة التاريخية النظرة الأدبية النظرة النبوية أخذ بس المثال مثلا مزمور 41 41 طوبة للذي ينظر إلى المسكين الكلام كله عن داود إيه النظرة التاريخية وقتما كان داود على فراش المرض وقتما كان يدخل إلهي أبشلوم وكان أبشلوم يثير انقلاب عليه وكان كله يدخل يتكلم عليه بالكاذف الخارج دي حدثة تاريخية حدثت لداود وديه النظرة التاريخية النظرة الروحية الأدبية اللي أنا أطلع بيها علشان طبقه في حياتي أتكلم عن الطاقي المسنود على الله وأعداءه بيقوله عليه إيه هو بيفوض الموضوع للرب عشان يظهر بره النظرة الروحية النبوية بقى البعد النبوي أجد المسيح تبارك اسمه المسيح تبارك اسمه هو موضوع مزمور 41 لما يهوذى انقلاب عليه لما يهوذى خانه أشوف مشاعر المسيح نبويا في هذا المزمور فلا أخفل أبدا النظرات التلات دول وأنا بدخل لأي مزمور من المزمير في سفر المزمير الحقيقة إحنا كان قدامنا أكتر من اختيار نختاره ندرس بي المزمير سفر طويل غالي مليان بدروس وبأمور كنا بنشوف من شوية بنواحي مختلفة فممكن ندرسه بالترتيب مزمور واحد مزمور اثنين مزمور ثلاثة فكا احنا الحقيقة أخي يوسف اختارنا ان احنا ندرسه في مجموعات نجمع المزمير المتشابهة مع بعض في المجموعات فأرجو في اختام الحلقة الافتتاحية اللي احنا بنتكلم فيها دا لسفر المزمير حضرتك تدينا فكرة عن المجموعات اللي هنتكلم فيها بنعمة ربنا او عن مجموعات المزمير اللي هنتكلم على قد ما نقدر بنعمة الرب يعني على سبيل المثال في خمس مزمير بتبتدي بكلمة طوبة هنبتدي بيها في أربعتاشر مزمور نقدر نسميهم مسياوي بيتكلم عن المسيح في آلامه وامجاده هنتكلم عنها ايضا في مزمير تسمى مزمير التوبة عبارة عن سبع مزمير في قصائد تلاتاشر قصيدة في مجموعة مزمير المصاعد ودول 15 مزمور ان شاء الله نتكلم عنها في مزمير الخليقة بتتكلم عن الخليقة هنتكلم عنها في مزمير التهليل إذن سندرس مجموعات متنوعة ان شاء الله بدءا من الحلقة القادمة في الأصاح الأول من الكتاب المقدس تتكرر عدة مرات هذه العبارة كان مساء وكان صباح يوما واحدا ويمكننا أيضا أن نقول كان عهد قديم وكان عهد جديد كتابا واحدا أدعوك عزيز المشاهد لمتابعة برنامج فاحصين الكتب الذي فيه ندرس بعمق أصفار العهد القديم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر